أهلاً بكم أعزائي المشاهدين قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة يناير الحاسم أو شهر تغيير الخرائط إبراهيم أهلاً بك يا برش مهندس أهلاً بك أعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في الحلقة 880 من ملك وكتابة لقاء الاثنين يشير المهندس عدلي إلى ملفات كتيرة تتغير على صعيد المنتخب يستعد غدا للصفر لأن يخود بطولة هامة اقترب منها آخر مرتين ويخسرها في اللحظات الأخيرة كأس الأمم الإفريقية ومهما كان يبدو المستوى متزبذب أو بعيد إلا أن أداء المنتخب في البطولات الإفريقية بيختلف بيرتفع وترتفع حظوظه ويصبح واحد من أقوى المرشحين وهذا ما نتمنىه خاصة بعد زيارة السيد الرئيس للمعسكر قبل الصفر ليكون الدعم قبله وليس في المطار بإذن الله لما يرجعوا يشوفوا دعم تاني خالص وهم حاملين اللقب على مستوى المنتخب على مستوى الأندية هو شهر بتتغير في خرائط القوائم ناس بتغادر انتقالات ناس بتصعد ناس بتيجي هو القوائم تتغير بالدعم أو الرحيل بالنسبة للنادي الأهلي دائما يترقب جماهير النادي الأهلي هذا الشهر عشان يشوف ما هو الجديد خصوصا في الملفات يتحدثون عنها كثيرا وبإلحاح المحب فهو شهر مهم جدا جدا وليهمنا فيه دلوقتي طبعا المنتخب أولوية وأنادي الأهلي وحنستعرض كيف يكون هذا الشهر شهر تغيير الخرائط دا كلام مهم جدا عشان كده حلقة النهاردة فيها خمسة عنوين طبعا المنتخب فوق الجميع ويبقى الحب ما بقي الأهلي عشور وابتدى المشوار الحق ما شاهد به المحترم طولان وأخيرا الأهلي في بلاط صاحبة الجلالة دا محتوى حلقة النهاردة الكرة العالمية النهاردة أو كرة القدم فقدت القيصر فرنس بيكمباور قيصر ألمانيا التاريخي واحد من أبرز وأشهر نجوم الكرة في تاريخه وأرقى وأشيك من لعب كرة القدم جعل من كرة القدم مداعبة كرة القدم وهو المدافع المفروض يتميز بالصلابة والعنف والقوة وكانه رقص بليه يخليه يخليك متعة للعين عايز بيكمباور ما تجيله كرة يتصرف فيها زي بشياكة ورشاقة متناهية الحقيقة كان متعة للنظرين ومفهوم المدافع تغير كثيرا من خلال أداء بيكمباور بيكمباور رحل عن عمر يناهز 78 عاما هو بطل العالم كلاعب عام 74 كمدرب أيضا في 90 بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني اليوم وهو ينعيه وقال أنه بيكمباور انسحب قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي مدرب المنشفت ما بين 84 و90 والإدارة السابقة في باير نوميونو خسطورة الباير في التسعينات من الحياة في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل صحية وقالوا أنه بيكمباور كان صاحب حضور قوي جدا على أرض الملعب مع الألمان ومع نديه باير نوميونيخ اللي فاز معاه بالكاس الأوروبية ثلاث مرات متتالية كان يحمل لقب القيصر السطور بتاعت فرنس بيكمباور أنه ولد في 11 سبتمبر 1945 في ميونيخ توفي في 7 يناير 2024 عن 78 عاما طوله كان متر 81 سنتي وشغل مركز الليبرو وهو لاعب دفع عن ألوان باير نوميونيخ من 64 ل77 ورح أمريكا لنيوركو كوزموس من 77 لـ 80 وال83 في هامبورج من 82 ساهم كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العالم 74 بعد الحلول في مركز الوصفة عام 66 ساهم كمان كلاعب في فوز بلاده بكأس أمم أوروبا في عام 72 وقاد نديه البايرن إلى الفوز بكأس الأندية الأوروبية البطلة أعوام 74 و75 و76 وقاد بايرن ميونيخ للفوز بالكأس القرية الانتر كونتيننتل في عام 76 وأحرز بكنباور بطولة ألمانيا الغربية مع بايرن ميونيخ عوام 69 و72 و73 و74 ثم مع هامبورج في 82 وأحرز كأس ألمانيا الغربية أربع مرات مع بايرن ميونيخ 66 و67 و69 و1971 كمان في أمريكا كان له إنجازات مع كوزموس نيويورك فاز ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات في 77 و78 و80 وحاز الكرة الزهبية كأحسن لعب في أوروبا مرتين في 72 و76 وخد جايزة أفضل لعب في ألمانيا أربع مرات في 66 و 68 و 74 و 1976 لعب بكم باورو هو لعب 103 مباريات دولية ما بين 65 ل 77 منها 50 مباراة وهو كابتن وسجل 14 هدف وهو ليبرو ودرب منتخب ألمانيا الغربية من سبتمبر 84 ليوليو 90 حيث قاده للفوز بكأس العالم في إيطاليا 90 وإلى المباراة النهائية في مونديال 86 وانتقل لتدريب مارسيليا الفرنسي وبايرن ميونيخ اللي بعد كده أصبح رئيسا له لكن معرفت اجتمضي باير بكم باور انت في أربع لعيبة مصريين فيهم ريحة الشياكة دي شياكة أداء بكم باور عشان جمهورنا يفهم شوية أصلي إيه ستايل إبراهيم يوسف والبرنس أشرف قسم طريقة التوقيف الرئيس مش عارف إيه وكابتن حسن حمدي ومن النادي الأهلي كابتن حسن حمدي اللي الناس كانت بتستغرفه والراجل ده اللي مش طويل ده إزاي بيلعب الهد وبياخد الهد وإزاي بيقطع كل الكرات لإنه كان يتحرك برشاقة وتوقع نادر في المكان المناسب وآخر هؤلاء الذين يدعبون الكرة وكأنها يعني يغازلونها عماد النحاس الأربعة دول بالنسبة لي في مركز الليبرو أو المدافع قدموا لنا المتعة كما ينبغي أن تكون طبعا تأسيا بالقيصر بيكينباور ولذلك لماذا سمي بالقيصر للشياكة دي شكله أداءه ما فيش عنف حولك الكرة إلى شئسة جميل تستمتع بي بيمكن على مستوى الهجوم ممكن ممكن يعني أقول بلاتينية آه بس اختلاف المركز آه اختلاف المركز في مركز الهجوم كان في هذا يعني سيمفونية بتتلعف الملعب تفتكر طبيعة الكرة دلوقتي والالتحامات والعنف تدي فرصة بيكينباور دا يلعب ولا صعبة هتفتكر بدري بنوكا بيلعب إزاي اللعيم اللي عنده دا يقدر يعمل أي حاجة لأن هو أصلا بيعتمد على هنا مش هنا حتى وان كان المركز نفسه تلاشى يعني كاليبرو المركز تلاشى ولكن رشاقة الأداء تظل متع للعين والليلين اللي يتمتع بهذه الملكة يعني انت بتقول يناير شهر الحاسم بقى ليه 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 يناير لأنه بيبقى شهر الويندو فتح الانتقالات الشتوية فاللي عنده بيبقى كل الفرق بقى لستة شهر عرفت احتياجاتها السليمة ومدربينها اللي بيستقر منهم مع فريقه يبقى عرف نقاط القوة الضعف والتدعمات اللي المفروض تحصل وعلى قدر يعني طبعا على قدر الامكان بيقدروا يجيبوا احتياجاتهم مرتبطة بايه بالمتاح من الأندية الأخرى بالقدرة المالية برغبة اللاعبين تلات حاجات مهمة جدا جدا يعني بدون التلاتة دول ما يبقوا مع بعض صعب تعمل اي حاجة ولذلك الصعوبات اللي بتواجه بقى الناس اللي هي شغالة في الحتة دي انك انت بتتحول الصفقات الشتوية والصيفية الى هدف مش وسيلة لده البعض ويسوقوا هذا الامر لده الكثير من الجماهير ومش قادرين يستوعبوا ان الاحتياجات دي لما جادش يبقى فيه فشل بغرض النظر انت بتحقق اهدافك بطريق او اخر طب تحقق اهدافك او متحققش معنى من السويد الكابتن امير توفيق مدير التعقدات في الناد الاهلي معنى نرد عليك انك ستنفرد بشيء دلوقتي اعتقد يعني انا كده بين اتنين خبير الصفقات التاريخي والامير توفيق يعني ما احنا متفقين ما يتكلمش الا اذا كان فيش ايه تقال فاذا تكلم ورد علي يبقى مساء الخير يا كابتن امير اتفاقل يا زبراهيم ما شو انت عدلي اتفاقل يا يا امير ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله طيب تمام طب مننا امير انت سافرت سافرت لانجاز مهمة التعاقد مع الفلسطيني وسامل ابو علي طب مننا وطب من جماهير الاهلي على ما تم انجازه في هذا المسار الامور ايجابية الحمد للاء احنا الموضوع هو ثام بشكل كبير اللي اشتغلوا بهمình كبير قوي أقول لك إيه؟ خدشني في المهم خلصت؟ لا بلاج واحدة لازم من الأول لازم أن يشوقك شوية لا لا قول الإجراءات بعد ما تديني النتائج دنيا كويسة الحمد لله دنيا إجابية لأن خلصنا مع ندي كل حاجة الحمد لله خلاص طيب تمام مبروك يا أمير الحمد لله إجابية سبنا أنا بقا أدي لك حق بصراحة أنا مش عايزك تتكلم لأين أمير وقدرت لي سكاوتينج أنا رمزي ولي معاه عملوا دور عظيم جدا في الملف ده ملفات أخرى وخلاصا قدتوا لقب أمير الصفقات لا لازم ياخد حقه لأن الناس الحقيقة أحيانا بتظلم الناس اللي في الصورة اللي بتنفذ ما يعرفوش كواليس كتيرة جدا 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 قول اللي أنت عايزه بقى أمير ودينا ما هو الجديد الذي تريد أن تضيفه أنا بس أحب أقضح زي ما قد حركة شواند السيد إبراهيم أن الحطة بدأت من لجنة السكاوتينج للقدارة الشركة للقدارة الشركة بعد كده مع الكابتن خطيب ولجنة تخطيب تم الموافقة على وسام أبو علي من ناحية ناحية فنية مع مارسكات كولر وبدأنا نشتغل في الموضوع ده لش مهندس لو حرك فاكر من آخر نوبمبر أو من أصف الثاني من نوبمبر وكان اشتغلنا مع وسام بشكل كويس جدا وبعتنا له فيديوهات وحاجات عن الأهلي وعلى النادي ونعرف أن وسامي عطبس دنماركي يعني هو دنماركي طول عمره معاه أصوله في الاصطناية اشتغلنا بأنه عمل باسبور فلسطيني يوم ١٢١١ فطبعا دي حاجات عمل عشان يبقى يقيده ونزبوت ينفع نخايد لكالهيم مصري مع النادي الأهلي يعني وفي الآخر خطوة اللي بعد كده بدأنا تفاوض مع النادي والحمد لله النهاردة لسه ما فيش من ساعتين وقعنا مع النادي الحمد لله كل حاجة وسام بالوقتي إن شاء الله في خلق أيام القادمة إن شاء الله يرجع مصر عشان نكشف طبي ونكشف عليه طبي وبعد يكشف إن شاء الله بإذن الله ونكون مستقرة ونتحرك بعدها تمام والنادي أتمت إجراءاتهم الحمد لله الحمد لله طبي إن شاء الله يبقى مضوع سليم كل حاجة كويسة زي ما نعمل مع كل الصفحات بتاعتنا كلها يبقى الأمور بعدها إن شاء الله تبقى خلصنا ما يفعل انت جاي إمتى أمير في ديبيني جاي أعتقد ممكن من أن أجي أنا بكرة أو بعد بكرة وكده كده وسام بقى لسه عن مشروف حاجة يخلص هنا الأول لما يخلص هيجي إن شاء الله طيب هتيجي هترتاح نص يوم وحتاخد أجازة زي ما أنت عايز بعد ما نخلص باقي الأمور بإذن الله بالضبط لا لا جاي إن شاء الله جاي إن شاء الله بإذن الله هو هل وسام عمل كشف طبي عندك ولا هيجي يعمل في القاهرة فقط يعمل في ماضي الصباح يعمل في ماضي الصباح يعمل في ماضي الصباح يعمل في ماضي بس إحنا دايماً أي طبيفة في أي طاقة بنعملها زبراهيم سنطلت بتقريب النادي اللي قبل اللي هو السابق عن أي العيد دي حاجة معروفة يعني تمام إحنا اختبنا تقريب طبي بالنادي ومناعمل الحكاش بتاعنا بقى لما يجي مصر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بتقول إنه هو أنت هتيجي وهو هيلحق بيك بعد كده ولا جاي معاك لسه ولاي بنتكلم فيها دلوقتي حسب ظروف وهو عمل إزاي وزروف نحنا ماشي إزاي إنه هو عنده حايا كده خلاص في السويد دنمارك فلما خلاصة كلها ممكن يعني حد ما لسا نقرضه وبقى الصدق تمام أمير أشكرك على أواة سيبني بس أشكره الأول على أواة وقول للناس تعب كتير لأن بيشتغل في الملف ده وحاجات تانية ربنا وفقه فيها وأشكرك ووقفل عشان أعرف أتكلم عنك كوي أجل رشوان شكرا ظريم جدا شكرا شكرا جزيلا كابتن أمير توفيه مدير التعاقدات في النادي الآلي واللي أعتقد يعني نقل لكل جماهير النادي الآلي هذه الرسالة المطمئنة إنه الحمد لله قدر ينجز شك التعاقد مع النادي السويدي ومع اللاعب وسام البوعالي اللاعب الفلسطيني ويجي بي إن شاء الله أو يجي وسام بعد منه عشان يعمل كشف طب في القاهرة ويفعل هذا العقد اللي تم إبرامو زي ما أمير قال من ساعتين اتنين بعد ما سافر وكان المفروض الأمور محل اتفاق الموضوع لما بتخلص الناس بتستسلها الاعتبر إن النادي الآلي مين حيقول يعني لكن لازم عشان أقول لك أحيانا أحيانا في ناس تستسلم من أول لا وناس تناضل عشان تغير مصارات الأمور الموضوع ده حصل كده حصل كده احنا لما جيبنا الداتا بتاعته كان هو واحد تاني ده نتاج عمل لجنة السكاوتين هاني والمجموعة هاني والمجموعة هو واحد تاني بس ده نمرة واحد خطة ألف ده خطة بقية حيبقى فلال المواصفات اللي كان طالبها كولر موجودة الجسمية والسنية والمهارية فكان أولا هو فلسطيني بس عايش متولد في الدنمارك كان فيه مشكلتين أنا عشان أطمن أنه يبقى فلسطيني أمير أولا بعد ما خدنا قرار أن احنا عايزينه من ناحية الفنية كانت أول عقبة الوكيل بيقول للأمير اللي احنا مهتمين بأوروبة بأوروبة ده طبعا أول هام أن كولر يقتنع اه فاختنعه كولر بياخد وقت طبعا فما صدقنا أنه اقتنع على صفقة هتبقى تعامل معاملة المحل مش هتحجز ودي كانت مهمة جدا فرتبنا الأولوية ليها نأمن دي بس فأمير أمير الخطوة الثانية اشرح نادي الأهل للناس دي ففوجئ أو فجئني فجئني أي بيرد إيجابي جدا بعد ما بعد طبعا كل بنات النادي الأهل بنات يعني بطولات ومكانته الدولية والعالمية والمحلية الجماهرية بتاعته التحديات اللي مستنية ومنها طبعا كان التحديات الأخيرة كاس السوبر وكاس العالم للأندية والحاجات دي فلما اللاعب تابع أصبح من أشد المتحمسين ولغى كل خططه وأصبحت الأولوية للنادي الأهل هو اه طبعا فكان عمل جد وجميل يحيى عليه أمير اي وقبله طبعا إنك تقنع ميستر كولر بالمواصفات دي يبقى لو تعرف الشغل والتقرير اللي بيروح لميستر كولر على أي لعيب ايه بقى فيديوز احنا خدنا نموذج معين وطورناه ومن رغبات ميستر كولر ولجنة التخطيط وكامتر الخطيب أضفنا إليه بيشمل اللعيب آخر انتقلات له الطول الحالة البدنية الحالة الصحية الإصابات الحالة المهرية وإنجازاته تنقلاته بين الأندية إذا كان لعيب دولي وإذا كان لعيب محلي بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه وبعدين أضفنا عليها بعد الموضوع بتاع برونو سافيو الاتيتيود الحاجة المزاجية هو بيع مشهور عنه ايه ايه أماس حساس سماته شخصية مع زميله الحاجات دي مهمة جدا فما بيتقدم التقرير بهذا المستوى وطبعا العالة الطبية والحالة الطبية وإحنا بنبحثها بنستنت طبعا على التقريب الجيلنا ولكن دايما نترك الحاسم للكشفات بتاعتنا حتى هم لما يجي فكل ده مجهود هاية لتعمل من 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 والتقرير راح بشكل محترف قوي لما ناحية الفنية وسمات الشخصية اقنعت ميستر كولر وعلى فكرة ميستر كولر من النوع اللي بيهتم جدا بالشخصية اللاعب يعني هو حتى أما بيقعد في لعيبة بيسألهم أسئلة هو زي دارس علم نفسه أو حاجة فبيسأل أسئلة يخرج من طبعات مين هيبقى مريح مين هيبقى متعب ده يتعامل ازاي ده يتعامل ازاي فجأت لك اشتغل المتابعة تباين حجم القناعة بتاعت الجهاز الفني بقى عملت ويه عملت ويه عملت ويه فكان التركيز ان نخش بقى مع النادي بدأت الصعوبة التانية أول ما اتكلمنا بشكل رسمي تم الإعلان في السويد عملت لنا ده بكاين لأن لما وسائل الإعلام عندنا والسوشيال ميديا والوكلاء بدأوا يتداولوا القصة بتاعته بيستشعروا على طول حجم الاهتمام بنتحط بقى احنا تحت ضغط لأن الموضوع ده بقى اهتمام جماهيري واعلامي الطلبات بتتغير ولذلك أنا دايماً حريص جداً أني على قدر إمكان ماقولش حاجة عشان المفاوضات اللي بتبقى فيها تحت أضواء الإعلام بتبقى صعبة بتبقى أصعب حاجة التفاوض عبر الإعلام طبعاً كان دور أمير طبعاً وفيه تواصل مستمر بيننا كلنا وبين الكابت الخطيب وبين أمير وإن آخر حاجة إيه؟ آخر حاجة تبدين نعملها إزاي؟ يعني نقرب وجهات النظر إزاي؟ تبدين نعمل إيه؟ لحد ما قدرنا نوصل يعني لحاجة نقدر عليها نظام السداد البونس اللي هي على الأداء فبدأ فيه رغبة من اللاعب وكيله لإنجاز الأمر وبدأوا يضغطوا معنا سافر أمير هنا في المرحلة دي بقى وعلى ضوء الطبيعة قدر يوصل الاتفاق جيد حتى لو ذات سنة عن اللي إحنا كنا حطينه إلا إنه بشروط يمكن الأهل يتعامل معه وتحمل لازم أشكره وأشكر فدرة السكاوتينج وأتمنى بقى من الجماهير إن الصفقة تيجي بدون توقعات مبالغ فيها أنصف الفرص ومش عارف إيه وهو ده بقى استنوا لعب عنده 24 سنة لعب منتخب ماضي 4 سنون ونص ماش كده؟ يعني من ضمن الحاجات أنا نسيت أقولك عايزين يتأكد أن يلعب لنا هنا في مصر عايزين كفلسطين عايزين مستندات بدأ يجب لنا مستندات قديمة لأبوه و أمه بقى شهادة ميلاد حبيبي تعرفتك تطلع باسفور بناء على هذي الأوراق فلسطيني تصور اللي طلع على الباسفور برافو أمير طلع ادالنا الأوراق كلها وبعدين بقى إحنا الهساسة بقى خدوا الورا ده و كلموا الاتحاد و عرافو الاتحاد الفلسطيني بإذن الله بإذن الله تمام كل الهومورك أو الواجب المنزلي يتعمل من خلال السكاوتينج من خلال التعاقدات من خلال الرحلات المكوكية قدرت السكاوتينج كانت في أفريقيا بتجمع بياناته بتعمل على خلال اتصالات ورجعوا من المدة وهو أمير ياخد النتائج ويترجمها لنا وإحنا مع الكابتل الخطيب في المستوى الناشئين بتبقى بتاعتنا إلى حد كبير في المستوى الكبير بتاعت مصر كولر وكل تاكيد ولجنة التخطيط وفي كل الأحوال لازم لجنة التخطيط وكابتل الخطيب يوافقوا يمر عليهم ويقولوا طبعا هي دي العمل المؤسسي الناحية الفنية فمجود كان كبير أحيي الناس كلها عليه وأتمنى إن إحنا نطور ونمشي على هذه الوتيرة والقادم ربنا سهل ويبيض وشي للناس كلها اللي تشتغل صالح النادي الآلي وجماهيرنا تصبر مش درونا توقع يعني بإذن الله اللي حصل كلنا سعداء ما تسألة عايزة شوية تنسجام مش إعداد بتاع أولويات حينافس زميله هو مش جاي على فراغ يعني هو جاي على ناس موجودة حينافس زميله بإذن الله يحتضنوه يستوعبوه كعادة فريق النادي الآلي وأنا استطيع أن نحقق منه الفايدة المأمولة تماما بشماندس مبروك ومبروك لجماهير النادي الآلي وإن شاء الله تعالى وسامبو علي إضافة قوية جدا لفريق النادي الآلي وربنا يوفقه ويبقى هذا اللاعب يستحق كل هذه الثقة وكل التعب اللي أنتو سمعتوه عن جهود متصلة جدا فنيا وإداريا وإجرائيا وفي كل الأمور أعتقد تم إنجاز ما هو مطلوب بناخد بالأسباب السليمة والتوفير من عند الله بإذن الله كل التوفيق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد طمنتوا على صفقة وسامبو علي لكن نتطمن على ما هو أهم وأكبر طبعا منتخب مصر فوق الجميع ما أعتقدش محتاجة أي تأكيد أو كانت محتاجة من الفرعون مصلاح هذه الصرخة للجمهير غلبوا مصلحة المنتخب على أي اعتبار وكمان انسوا حكاية اللعيبة مش جمهور نادي هينحاز للعب الفلاني لعب ليه وجمهور النادي العلانة هيسأل فلان الفلاني ملعبش إزاي فكانت كلمات محمد صلاح الحقيقة في توقيتها في حتة خلاص يجب أن تزوب كل الانتماءات وكل الاهتمامات الجماهيرية بين العيبة وبين الأندية في موتقة المنتخب الوطني عشان يكون طبعا المنتخب فوق الجميع أعتقد لحظات مهمة بيحتاج فيها المنتخب الوطني إلى كل الدعم والمساندة عشية السفر إلى كأس الأمم الأفريقية في أبيجان يا باش مهندس والله أنا مكنش متصور الأمر محتاج هذه المناشدة طول عمره متخب مصر سابق كل الاعتبارات وطول عمر الجمهور في مصر يعني متخب مصر صاحب الكثافة الأعلى إيه اللي حولنا إلى مشجعين للعيبة أكثر من الأندية كمان يعني الناس بتروح انت شرط لزيارة الرئيس عبد فتاح السيسي لمعسكر المنتخب طبعا لها معنى قوة دعم كبيرة في توقيت مهمة قوي توقيت مهمة جدا القوة النعمة بتاعتنا وإسهمها أستاذ إبراهيم في التواصل ومد جزور التواصل منها كرة القدم وأولها وشيلة للتواصل السريع هو الرئيس قال لهم تؤدبت مسؤوله قوة نعمة بتسعيده الناس بتحمله مسؤولية المظهر المشرف مسؤولية التصرف مسؤولية التصريحات ولذلك أنا أرحب جدا بالتصريح اللي قاله مو صلاح وأرجو أن جماهرنا فعلا يعني ننسى كلنا مش ضروري ننتصر لوجهة نظرنا يا المنتخب يبقى فيه ما يحقق وجهة نظر يا ما شجعوه والتشكيل فنان لعب وعلان ملعبش ما دي وجهة نظر الانتصار للرأي أصبح خطر مش بس عمتخبه على الأندية وعلى الحياة الطبيعية في المناقشات العادية في الخلافات الحياتية كل واحد عايز يقولك مش قلتلك شفت بقى عشان تبقى تسمع كله يعني ايه عشان أبقى أسمع كله ده رأيك وده رأيه وانت مرة هتوصيب وأنا مرة هتوصيب واصل صواب الخطأ ده نسب جدا لكن الأهم من كده ايه ان احنا نعمل واجبنا ونقوم بالواجب يعني في تأييد منتخباتنا دي مسؤوليتنا يا جماعة مسؤولية اللاعب ان يتدرب ويخلص ويسمع الكلام مسؤولية الإدارة انه هيق لهذا اللاعب كل ظروف النجاح مسؤولية الإدارة الفنية انها تدرب صح وتشكل صح وتكون عادلة مسؤولية الأندية انها تشتغل بجد عشان تقدم النجوم مشكلة مسؤولية الجماهير الدعم للنادي الدعم للمتخب الدعم للأجهزة الفنية مفيش حد هيبقى أكثر حرصا على فوز الفريق من المسؤولين عنه ايوه مش عايد اقولكو اللي مش دا اكله عيشو دا بريستيجو دا سمعتو دا سمعتو دا سمعتو دا باكانتو دا مسؤوليتو طبعا انت مرتبط بيك وجهة نظر بتروح تنتقد بسعادة شخصية لكن المسؤول دا حيرميه على مين هو اللي في الآخر بيتحملها على فكرة الكلمة دي مهمة جدا يا جماعة يعني لجزئية كمان لجمهورنا واحنا دايما بنساند المدرب مدرب الأهل عشان احنا بنتكلم للأهلي وانت بتدي مدرب الأهلي الحق وكل الحق في انه يختار اللعب اللي عايزه والتشكيل اللي يناسب والطريقة اللي تنفذله افكاره واهدافه هو نفس الحق اللي لازم ان تديه لروي فيتوريا هو اللي من حقه يختار القيمة هو اللي من حقه يختار التشكيل هو اللي من حقه يختار الطريقة هو اللي يعمل التبديلات ويبقى الشكل الكامل والتسليم المطلق حق المدير الفني اللي المنتخب في ان يختار ما يشاء قبل الاختيارات كل واحد فينا يقول رأيه كلنا كنا نتمنى ان حسين الشحات يبقى موجود وممكن اقول لكم اتنين تلاتة لعيبة من الاهلي كمان كانوا يستحقوا يكونوا موجودين بس الراجل الاول المسؤول اللي ده اكل عيشه وده تعاقداته وده السفيه بتاعه وده مصلحته وده سمعته رأى ان دول هم امبالح احترمت جدا اكرم توفيه وهو بيقول الراجل اختار الاجهز الناس وانسب الناس ليه دلوقتي قال له ها انت كنت تتمنى تروح قال له انا كنت اتمنى بس في النهاية هو اختار الانسب والاجهز فلازم فعلا زي ما احنا بنفس الثقافة اللي بنساند فيها مارس الكولر وبندي له كل الحق المطلق والتسليم التام انه من حقه يفعل ما يشافي فرقته لازم هذا الحق ينتقل بشكل كامل ايضا لمدرب المنتخب بدون اي حاجة مش سين لعب وصاد لعب ملعبش امام لا لعب زيزو مداش فلان لا ادى عدلان لا قعد مش عارف منعم لا لعب حجازي كل ده في النهاية هو الراجل بيقود منتخب بلد صاحب الرقم القياسي في الفوس بالبطولة منتخب قليل في البطولة عارف اهمية الكلام اللي انت بتقوله ده تنسحب الى حاجة مهمة جدا الناس مشواخدة بالها اللاعب نفسه مدى قبوله بالالتزام والنظام اذا شعر ان الجمهور بقى بتاعه وانه ممتعد عشان لعب ولا ملعبش اتغير وتغير ليه او ما هاحسن من غيره وانه يقدر يعمل هو عايزه وجمهور يدفع عنه ضد الاجهزة سلوكه هو بيبقى مش 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 سلوك ايجابي لكن لو شعر ان في الاخر كل الدعم للجهاز الفني خاصة في المنتخب مش هيقدر يبص النفسه على عساب المنتخب ابدا ايه مش هيقدر يعمل تصرف يولام عليه احنا بنحمي اللاعب من نفسه ايوه وان احنا نمشي في الهرم هرم المسئولية صح لأ انت كمان في نقطة مهمة جدا وانت انت بتسنده دلوقتي على انه تقدر توقف معاه في الغلط ايوه طب هتعمل ايه لما يعمل الغلط ده على حسابك انت بقى انت شكلت تكوينه بهذا الشكل مؤكد هيعمل الغلط لان اعتبر ان هو فوق المسائلة هو خلاص تشوش ما بقايش الغلط صح عنده اللي يدفع عنه ايوه في ايه يدفع عنه في ايه اه هو مش متعم حشان حد يدفع عنه بزبط فيه صح وفيه غلط هو فيه مدرب شايف ان اللحظة دي وهو اللي بدفع تمانا المدرب ايوه اذا اخ فقط فقط اه يعني يجنبه الصواب هو فيه اكتر من اللهم تعيشه اه لما مدربين بيطيع عيشه هو ياخد التامن يدفع التامن ايوه فهمه عايزين نسق الاول في النظام ايوه عشان نكرسه ونجعناه ونحسابها ايوه مش هتحاسبه بدون ما تجيله الحق ونخلق شخصية سليمة للعيبة ده مهم جدا جدا خدوا بالكم النقطة دي في منتهى الاهمية نساعد لعبتنا على تكوين شخصية لعب سليم بشكل منضبط ومحترف وجاد لانه اللعب اللي بيمثل حتى النادي الاهلي لولا هذه النوعية من الشخصية الاهلي محقاشه بطولات شخصية اللعب المنضبط الملتزم المطيع المحترف اللي بيقدي واجباته صحة قوي واحدين احنا جربنا صاد إبراهيم اللعيبة اللي كانت بتطمس الميوعه ويطلع يقولك ايه راك فهده المنتخب يقوله والله مش متابع اين انت الان مش متابع طب هو الراجل كان منه هو دلاته مش متابع مش فهم مصدي انت الجمهور يعني ظلم اللعيب ده انه عانه على ظلم نفسه قبل ما يظلم الادارة لان اللي كان قاله ايه انت دورك تسمع الكلام واللي مش متابع المنتخب ما يلزمش كان زمانه حرص على نفسه وكمل ايه فالحاجات دي مهمة احنا نتمنى كل اللعيبة ها يعني النهاردة الناس وثقت ليه في ياسر إبراهيم لما سؤل هو برا منتقى الاحترام والإيجابية اتمنى له من الخير اكرم اتمنى له من الخير اي لعب حتى لو من وراء قلبه بس يروض نفسه عليني ده صح ايوه دي وجهة نظر ملهاش دعم كرامتي هو ما اصرش على مستقسمة نفسي وانا قلتلك الكابتن الشازلي قبل دورة توكيو رجع بقى المرعب جلاد الحرات هاي هو ده الإيجابية حد نفسه علي اعملوا اعملوا كده اعملوا كده اعملوا كده اذا كان عندك القدرة انك تعمل كده اعمل كده اعمل كده ما عندكش يبقى المدرب مية المية هو اللي كسب وجهة نظر انتصرت عليك انك ما كنتش جدير بتمثيل مصر همم jets مáficا ما فيهاش يعني انا انا دائماً داعم للنظام ما عرفش وشافة ان النظام هو ال любим هو مينجح المهارات بتساعد جدا لكن المهارات بدون النظام تضر همم هو واحد زي اه إمام عشور لما اتكلم على المطالات قلت لولي انGHTهله فيه استود ده الفرق بقى ايوه لما كنا بنقول الثقافة المكان بتؤثر عليك هذا تصريح موضوع أنا كان ممكن أعمل وانفلت بس الأهل مختلف فيه سيستم الجملة دي بتلاحظ كان قصدنا إيه إنك أنت تفرض نظامك ولما اللعب يلتزم حينجح لما التزمش هيتعبك وهيتعب نفسه ده كلام مهم جدا يا جماعة وهي دي الشخصية اللي هتخدم المنتخب الوطني واللي هتخدم النادي كمان اللعب المحترف الناضج السليم الجد وهتروحوا بعيد ليه ما هو لولا إن النادي الأهلي في التجربة بتاعت منو الجزية لو سألته كابتن حسن شحات الرجل صاحب التلت بطولات في 2006 و2008 و2010 هيقول لك إن أنا أخدت لعيبة من النادي الأهلي سمات البطولة عندهم جاهزة أنت بتتكلم في سبع تمن لعيبة في كل مرة لعيبة رجالة بجد منضبطة بجد عندها قدرة على تحمل الضغوط عندها قدرة على تحقيق البطولات عندها سقف طموحات النوعية دي لما كترت في المنتخب مع بقيت زمايالهم من الانديها التانية ومن اللي كانوا محترفين بره بقت مصر عندها منتخب يكسب ثلاث بطولات وراء بعض ويتحدى كل المحترفين دروجبة وصمو الات وغيرهم بفضل شخصية لاعب النادي الأهلي المحترفة لمنضبطة الجادة الجيل ده بحق إنجازات رائعة جدا مع النادي الأهلي بطولة بعد بطولة وموسم بعد موسم بيتقلوا عشان كده يستمروا إن شاء الله في العطاء أنت ذكرت تجربة ومثال يمكن يوضح كل حاجة أي هو فيه لما تسأل من أحسن لعيب في آخر عقدين أو يمكن عبر تاريخ يصنف من أحسن لعيبة مصر أي هيتقل لك أبوت ريك أي هيتقل لك بركات صح؟ أفضل مدافع وهي الجمعة أفضل حارس عصام الحضري اللي شخصية الجادة قوي أنا بتكلم في النموذجين بس استان ده أنت بالعكس لما عصام الحضري تبرم إيه اللي حصل أثرت على مسيرته وبيقول لك هو نفس الوقت يقول لك ياريتني ندمان ياريتني أعملتك كده لكن اللي التزم بقى وقابله إنه يتغير وهو نجم النجوم أي ويسمع كلمتين زي الرصاص في قط اللبس أي يعني الكامتين أحمد حسن كان بيحكي عن أبوت ريكة أي إنه في هافتايم في ماتش مهم جدا أي قال لهم فين 222 مرداش يقول لهم فين أبوت ريكة أي كلم ناس كلهم فين 222 أنا مش شايف قالوا له ما هو قال لهم أنا مش شايف ما جايش أي ده هذا كلمة لازعة في الهافتايم فبيوصلوا يسأل أنت ليه فينك أنت مش عامل عليك ليه نزل جاب جون أول خمس دقيق أي طوفيق أه طوفيق بس خد بالأسباب أي هل زعي الكابتن أبوت ريكة هل زعي الكابتن بركات هل زعي الكابتن واقل جمعة لما كان مركون لمدد رجع عقهم الأول أقوى من الأول أي المدرب ساعد اللعيب إن شخصيته تندج ويعرف سمات اللعب النجم النجح لكن لو دللت أنت النجوم دي إزاي غيرك إزاي غيرك هيعمل إيه حيخرج يشوط الميا وحيخرج يشوح وحيخرج كل دا ما يفدوش فإنت الإدارة في الأهل بتسند المدرب ليه مش لأنها يعني كده بالصدفة لأنه عارف إن إزاي اللعيب ما حسش إن المدرب أقوى حاجة في المنظومة الفنية مش هسمع كلامه مهما اللعيبة تأمرت على حد ما تقدرش تشيله لعنده دعم يوم يعمله وإيه يسمعه كلامه يبقى ما يتشالش لذلك الشغلة دا مش في النادي الأهلي الحمد لله على نعمة الأهلي على نظام النادي الأهلي الحمد لله شبابنا ادعموا المنتخب بهذا المفهوم وكل الأندية القادرة يعني تحافظ على النظام بتكمل كويس جدا ده كلام مهم جدا بكرة إن شاء الله تعالى بعثة المنتخب حتطير إلى أبيجان تعرفين إنه المنتخب حيبدأ أولى مبارياته إن شاء الله تعالى يوم 14 يعني يوم الحد اللي جاي أول مباراة لنا مع موزنبيق ثم بعد أربعة أيام يعني هنلعب الحد ونلعب الخميس مع الغانا ثم الاثنين مع الكاب فردي أو الرأس الأخضر يبقى 14 و18 و22 الحد والخميس والاثنين دي بطولات الحد الساعة سبعة ويوم عشر والماتش التاني يوم عشرة والتالت يوم عشر يعني نبدأ أول ماتش بس سبعة وبعد كده ماتش عشرة وماتش عشرة مساء بتوقيت القاهرة البعثة كلكم عارفين إنه مصر روي فيتوريا كان عمل تغييره بعد ما بعت القايمة اللي هو الحق في التعديل فأضيف ياسر إبراهيم مكان أسامة جلال مدافع بيراميز للإصابة وأضيف مهند لاشين بدل أحمد نبيل كوكا لعب الأهلي أيضا للإصابة القايمة المفروض للبطولة 23 لعب لكن كل منتخب من حقه يأخذ أربع لعيبة لكن إقامتهم وتنقلاتهم ووجودهم على حساب أو على نفقة للتحاد التحاد الكرة فاختار الرجل السبعة وعشرين اللي مسافر بيهم بكرة إن شاء الله بعد النهاردة كان الفريق خاد راحة عقب المباراة الودية الأخيرة والوحيدة اللي لعبها مبرح مع تنزانيا وفاز فيها 2-0 المجموعة مصر اللي قلت لكم عليها هي المجموعة مع الثلاث فرق التانيين هي في المجموعة التانية بينما في المجموعة الأولى صاحب الأرض الكودفور عنده مواجهة صعبة مع نيجيريا ثم غينيا الاستوئية وغينيا بيساو دول اللي في المجموعة الأولى المجموعة التانية التانية فيها مصر طبعا التالتة فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجنبيا والمجموعة الرابعة فيها الجزائر وبركينفاس وموريتانيا وأنجولا المجموعة الخامسة تونس معها مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا المجموعة السادسة المغرب حامل اللقب أو لا عفوا الكاميرون هي حامل اللقب المغرب أو السنغال عفوا السنغال في المجموعة التالتة حامل اللقب معها الكاميرون وغينيا وجنبيا المجموعة السادسة المغرب صاحب ظهور العلامي الكبير جايب طموحات كبيرة منديالية بيواجه الكونغو الديمقراطية وزنبيا وتنزانيا ده المجموعات الستة وبيصعد ما هوتش مجموعة مصر لا ما نقول تلك المجموعة التانية مصر ومزنبيق وغانا والكام فردي دول القائمة بتاعة المنتخب اللي مسافر بيها النادي الآلي الأكثر تاني أكثر الأندية تمثيلا في البطولة يعني الآلي منتخب مصر واخد سبع لعيبة وعنده تلاتة محترفين عنده علي معلول مع تونس وعنده بيرستاو مع جنوب أفريقيا وعنده أليو ديانج مع منتخب مالي عشان يكون إجمالي لعب الآلي في البطولة عشر لعبين بيتفوق عليه سانداونز الجنوب الأفريقيا عنده 11 لعب والآلي تاني الأندية تمثيلا في كأس الأمم الأفريقية المنتخب واخد بالبعثة اللي حتسافر بكرا للاتنين إن شاء الله معه محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى ومعه في الدفاع أحمد حجازي ومحمد عبد منعم وعلي جبر وياسر إبراهيم وأحمد سامي ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد أحمد فتوح ومحمد حمدي واخد في نص الملعب حمدي فاتحي وإمام عشور ومحمد النيني ومراوان عطية وأحمد السيد زيزو ومهند لشين ومحمود حمادة واخد في الهجوم محمد صلاح ومصطفى فاتحي ومحمود تريزيجي وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود عبد منعم كهرباء وأحمد حسن كوكا ده التشكيل أو القايمة الكاملة للمنتخب الوطني اللي مسافر بيها بسلامة الله إلى أبي جيان محمد صلاح الصرخة اللي عملها والمطالبة اللي قالها لجماهير مصر نسمحها ونشوف تعليق المهند سعد لي بحاولة دي كل حاجة للمنتخب على قد ما أقدر بس بحس إن في ناس شوية مثل نية أي حاجة عشان تتكلم على صلاح أو على العيبة تانية للأسف اللي إحنا عايشين عصر السوشيال ميديا كلما بتكبر شوية الجماهيرية بتاعت المنتخب ما بقتش موجودة زي الأول الجمهور بيشجع اللعيبة وبشجع الأندية ودي حاجة ما كانتش موجودة الأول حاجة أسمة المنتخب أسمة الكرة المصرية عامة بعد الوقت بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدافع عن العيبة أو عشان تدافع عن أندية انت ممكن ما تضر الصلاح عشان أنا ممرت بالحاجات دي بس العيبة تانية لسه سجاية صغيرة ده كله هيدرها ده كله بيكل اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص نصيح عليا لو انتوا شايفين أنا واحد نجحت بره في الاحتراف خليه كوارا منتخب مصر ما تشجعش العيب بعينه شجعش فريق بعينه كلم على منتخب مصر انت بتلعب باسم الناس هنا بتلعب باسم مصر احنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب لازم يلعبها يبقى وصل لها لإحساس ان الجماهير كلها اللي وراها ما بيدورش ان يطلع العيب بتاعه كويس وخلاص انت ده كله مش هقصر فيه انا مريت بحاجات كتيرة وفي المنتخب بقى لعشر سنين في ناس تانية ممرتش بداه في ناس تانية لسه جاية جديدة وصغيرة ودول ان شاء الله المستقبل فانا نصيحة للناس خليكوا ورا المنتخب شجعوا المنتخب خلوا فيجوا مهور تاني للمنتخب زي الزمان خلوا اللعيبة تبقى متحمسة ان هي تيجي عشان ده بيخلي اللعيب أصلا جاي اللي هو لا ما خدونيش فيه صفحات تانية تطلع تاجي من المنتخب فيه صفحات تطلع تكلمه وبنعن عليا ده مش لمصلحة لعيب ده لو انت بتحب مصر وبتحب منتخب مصر لازم تشجع المنتخب وما تشجعش لعيب بعينه عشان انت بتدي كوى اللعيب أو بتديله حاجة ان هو مش فارق مع اي حاجة وحس ان هو مهم عن المنتخب ما فيش حد اهم من منتخب لنا ولا غيري ولا اي ناري أصلا مهم اهم من منتخب والناس اللي قاعدة في الاستوديوهات هناك ياريت كلنا نتكلمش على منتخب انا ممكن ما بتبعش بس انا متأكد ان فيه لعيبة صغيرة بتتابع فانت بتأثر في كل واحد فيهم المعظم اللعيبة دلوقتي ملعبتش بتورط افريقيا المرة اللي فاتت فانت ليه دهيس في الناس كلها عايز المنتخب يكسب الناس كلها تبقى مع بعض يعني احنا طبعا قلنا رأينا سادة ورأي في هذا الامر وبنؤيده في الكلام اللي قاله مش عايزين نحط ضغوط ولا اعباء ولا نجيب احباط لحد هابل البطولات الهمة خلاص هو ده اللي يعني كلامنا هيغير ايه يعني النقد اللازع القوي هيغير ايه في الامر ولا حاجة ولا حاجة يبقى خلينا اجابين ابنك داخل الامتحاد ما تقولوش لنت متعيقها ما انت بقى وبقابلني ومش عارف ايه والت لو كنت شد حلك بقى وركز قوي وقرأ سؤال مرتين ما تقعدش تقولو زاكرت او لما زاكرتش اقرأ وركز وما تستعجلش واخد وقتك ومش دروة تخرج بدري وراجع مرة قادلنا صارحة الدائل فانا متفق معاه ونتمنى كل الخير لمتخب مصر لان اذا لم نسعد بمصر مش هنسعد باي انتماء لنا اخر باي حاجة يعني اللي مالوش ولاء في مصر مش هايبقالوا ولاء في عيلته طبعا اصلا ايه طبعا يعني العيلة خالية بتشكل مجتمع بتشكل مصر صحيح احنا بنشت لو الاسم الكبير هدفنا مؤكد من غير ما نرغي بانتماءاتنا سليمة مع الجميع صحيح يلا جماعة اللي جاي مصر 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 طح يا مصر ده كلام مهم جدا نطلع منه الفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي بمدرسته الادارية وقيمة النادي ومكانته وقياداته عندهم هذه العلاقات المحترمة جدا مع الدوائر العربية الشقيقة النهاردة على سبيل المثال كلكم تذكروا ربما زيارة كانت مهمة جدا لوزير او لرئيس اتحاد الكرة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن احمد الثاني جي النادي الاهلي ولما تكلم بعد كده في اكتر من مناسبة صحفية في الدوحة تكلم بتقدير شديد جدا للنادي الاهلي ولكابت المحمود الخطيب والجماهير النادي الاهلي والبطولات النادي الاهلي الشيخ حمد بن خليفة بن احمد الثاني زيارته للنادي الاهلي كانت في تمانية مايو وعشرين اتنين وعشرين وصحبوا فيها المهندس هاني ابو ريدا كان هذا التكريم وهذا التقدير من المسؤول القطري قبل ما يبدأوا الترويج لكاس العالم اللي نظموها بامتياز في الدوحة والرجل خرج بانطباعات رائعة جدا عن النادي الاهلي تحدث عن الاهلي بحب شديد جدا كده يقول ان انا اهلاوي ووجه شكر كبير واعلاقة شخصية محترمة جدا مع كابت المحمود الخطيب النهاردة يعني صاحب هذا الحضور الكبير في الرياضة العربية لانه شخ حمد بن خليفة بن احمد هو نائب رئيس الاتحاد العربي بالاضافة الى رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم تم تعينه وزيرا للشباب والرياضة في قطر بن بريكلو لانه قيادة رياضية عربية فيها كتير من الجدية والانضباط والعمل فيها كتير من الحب والرغبة حتى في العطاء والرغبة في الاتصال والتواصل مع نادي كبير في حجم النادي الآلي ودولة كبيرة عريقة قوية بحجم مصر عبر عن حبه الكبير لمصر عن تقديره الكبير للنادي الآلي عن علاقة الاحترام اللي ربطته والحب اللي ربطته بالكابت المحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي زيارة كانت مهمة ومن هنا وجبت التهنئة اليوم لهذه الشخصية الرياضية العربية اللي من المؤكد تعيينها في مقعد وزير الرياضة في قطر بعد النجاحات الكبيرة اللي حدثت على الصعيد الدولي بعد تنظيم كاس عالمي ممكن وانا كنت بقول للمهاند سعدلي في الفاصل قال لي هو بعد المنديال واللي حصل ده السمرة الطبيعية انه يبقى وزير يعني لا يدهش كذا تعيين لان الخبرات اللي تولدت والأداء والحضور الدولي والحضور الدولي والإشادات اللي حصلت لا طبعا هو جديد تماما بهذا المنصب ألف مبروك للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني وزير الرياضة الجديد في قطر تم تعيينه اليوم زي ما قلت لحضراتكم واستحق من المؤكد تهنية مجلس إدارة النادي الأهلي وتهنية الكابتن محمود الخطيب وأعتقد إضافة مهمة جدا لكيان الرياضة العربية مزيد من التواصل ومزيد من التفاعل لأنه فعلا ما أحوج الرياضة العربية وما أحوج الأشقاء في المحيط العربي كله لمزيد من التواصل والتفاعل والتعاون شفنا المنتخب الوطني وقلنا لكم طبعا المنتخب فوق الجميع ولا يجب طرح الكلام يعني لو البعض عايز يرتب الأمور لا مصر ومنتخبها الوطني خارج التصنيف احنا بنتكلم على الأندية وغير الأندية لكن المفترض مفيش حاجة بتقاس على حاجة المنتخب برى التصنيف وبالتالي من المنطقي ومن الطبيعي أن يكون فوق الجميع وقبل الجميع وأهم من الجميع ولهذا نشأ النادي الأهلي لمن يجهل التاريخ النادي الأهلي لم ينشأ من العدم إلا لخدمة الهدف الوطني في الأصل ما سمي الأهلي إلا نسبة إلى الأهل والوطن فبالتالي ما اعتقدش أن فيه نادي قدم للمنتخبات الوطنية عبر تاريخها أكتر من النادي الأهلي بصوا على بطولات المنتخب الوطني من سبعة وخمسين لغاية عشرين عشر في كل مرة ما كان مرة المنتخب الوطني بحق بطولة إلا لأن الأهلي بطل في هذه الفترة للا أنه هو الشريان الأورط الكبير اللي بيخدم على المنتخب الوطني بأبرز وأهم وأفضل اللاعبين الجاهزين لنطاق البطولة وكل مدربين المنتخبات يقول لك كده كابتل حسن شحاتي يقول لك كان شي طبيعي أن أنا أخذ الكريمة الجاهزة أو من لعبة النادي الأهلي فعشان كده أعتقد الأهلي بلعبيه ونجومه وطبعا بجماهيره خلف المنتخب الوطن بإذن الله تعالى في كأس الأمة ما بشوانز إن شاء الله إن شاء الله هذا ما ينبغي أن يكون وما يجب أن يكون دايما ويبقى الحب ما بقي الأهلي الحقيقة ممكن جدا ناس كتيرة بتلعب في النادي الأهلي تشعر بهذا الحب وهذا التأدير وربما يكون دا طبيعي بحكم علاقة العمل لكن لعبة بتمشي من النادي الأهلي وتظل عندها هذا الحب وهذا التأدير وهذا الشعور بالانتماء أعتقد بتبع مشاعر حقيقية حقيقية بشخصية سوية لأن بخلاف هذا تبقى جاحد وناكر يعني اللي يطلع يقول لك أنا في الأهلي وندقني ندمت إيه وعملت إيه ما تقول أنت أنجزت إيه وأسباب ندمك إيه اللي هدخليني نندم إن احنا جبناك لا يعني فإنما اللي بيعترف من فضل يعني الحقيقة دا سليم الطوية أو الشخصية السليمة اللي طمر فيه عشان كده أنت بتهتم بالتست بتاع اللي إن إيه الأهلاوي إذا ما كانش حيجيلي وهو عنده استعداد بالتضحية لو شايفني أنا الأول في سباق المصالح لا أنا مش الأول أنا التاني أو التالي روح لي رأيك أول ما قولي قوله أنت راهي أنت على الأول مؤكد لكن ما تقولوش أنت جاي عشان أعمل لك مين أهلك عشرة أنا حديلك الحداشر عشرة حديك تماني إيه رأيك ليك تماني والأهلي له تمان الإضافات اللي عدفها لك الأهلي ما تستحيش هتخلي التمانية وخمستاشر ما تستحيش تضحية بالاتنين دول اللي هم حيبقوا سبعة بعدين أيو فيكتشف هذا الكلام وده اللي ينجحك بعد كده أنه صدق كنت صادق النصيحة معاه ده اختبار دي إن إيه طبعا واللي بيفشل فيه بيعمل مشاكل بيعمل مشاكل مؤكد يعمل مشاكل اللي هيخش يفكر في نفسه هيتعب في الأهلي طب ما تقولي رفضت حد عشان لا 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 احنا مش في احنا مش في صدد التشير ببعضينا وحتى اللي جيه وخرج ما قدرش يتحمل الله أهلي نظامه صارم متعب متعب طبعا اللي مش عايز يضحه ويتعب حيتعب في الأهلي يبعد أحسن طبعا بس اللي حيتعب يحصل له إيه دنياته حتتغير وده اللي حصل مع محمد مجدي أفشا مجدي أفشا كان في بيرامدز اتعاقب عشان بيين الفنيلة الحمرة نسمعه طيب خليني بس أحكي حكاية كده إما أنا كنت موجود في بيرامدز وكان معايا أفشا وأفشا طبعا أكيد من اللعيبة المميزة وهو كان عنده عش إن هو يلعب في النادي الأهلي وقتها حتى أنا اتكلمت معاه وقلت له لما يتقدم معاه ده هاسمي ما فيش مشكلة يعني نبدأ نفكر في الموضوع وأنا عايز يعني عايز أحقق لقربتك لو ده لو ده يقربتك وإذ أفوجة عملت إيدا أنت لما أنت لازم تحكي أي سبب خصم من 250 ألف جنيه أبعمل ليه طيبة كده وبصراحة يعني أنا كنت مستنى لحظة في أي يوم في حياتي لأن الأهلي يقول لي ما عايزك بصراحة صحيح لا مش فاكر كتبت أنا هعمل إيه تاني مش كده أنا مش فاكر الكلام بصراحة بس أنا كنت يعني كان أهم حاجة عندي التشيرت يعني اللون لحمد وأنا اتكلمت معاه كتير في الموضوع ده وقلت لك يا بابتان أحمد أنا مش هيجيلي الفرصة دي داني صح وأنا أعتقد أن الأمور هتبقى صعبة كمان الأيام اللي جاية أن حد ييجي من برامز للأهلي في خلفاته بتاع فأنا ساعتها كنت بحاول مع حضرتك أنك تسيبني وكده فأنت بصراحة كان ردك علي أنا همشيك وعمل لك اللي أنت عايزه بس لما يجي حاجة راس ما أقفش بصراحة وكانت الحسام نفس الكلام بصراحة بصراحة وخليني خليني أقول لك أنك أنت عائد الأهلي أنت كان فيه وقتها عائد نادي الزمال صح مش كده بس كانت بطريقة تانية يعني عرض نادي الزمال لما جالي ما كانش جال أنا شخصيا هو جيلي النادي برامز صحيح فلما حدي من برامز جالي كلمني بطريقة مش طريقة وحشة يعني كلمني بطريقة اللي أنا عايزك تروع عشان هجيب لي عيب من الزمال ما أنا عايف عايف أه 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 حدوك عارف المضاق فأنا استغرابت وقلت له لأ أنت ما تكبرنيش هنعمل إيه أنت تكبرني لا أقعد في النادي لأن أنا بلعب في النادي برامز ده حقت لكن ما تكبرنيش نروح فيه أنا لو همشي بالنادي يعني كلام بيعني بيدي مصداقية مش كلام رغي الراجل ليبس تشيرت أحمر واحترافية الكابتين أحمد حسن اللي الناس يمكن تفسرها بطريقة مختلفة لأ هساعدك وحقسم منك 250 ألف جنيه لأنك ميصحش تلبس فانيلا غير فانيلا بيريميد وانت بيريميد فهو قال له أعمل إيه احترافية من أحمد حسن طبعا محترمة يعني فالتاني قال له طبعا أعمل إيه كيابت نعمل إيه أكتر من كده أنا عايز أقول لكم أن أنا بحب بقول لك نزل فدفع تمانية فيه مصداقية أكتر من كده لا بس فده كلام تصدقوا يعني وبيقولوا في مواجهة المدير اللي خاصب منه وساعده ده كان كلام مهم جدا طيب قفشة بقى في التجديد الأخير ده قال لك أنا جددت على بياض ومقدرش أتشرط على النادي الأهلي ولا أطلب النادي الأهلي بحاجة فطلع أحمد حسن ميدو كدبه فطلع أفشة رد على ميدو وهو مع السقر وقعت أنت لنا تجديد ده تجديد ده تم إزاي وإنت كليك وقتها كلام معايا أن أنت حتى التوقيع بتاعك كان في البيت آه الصورة دي يعني الصورة دي كابتر أحمد هتكلم عليها وبسبب الصورة دي هقول الرسالة للكابتر أحمد حسن ميدو يعني آه فأنا لما جددت الكابتر أحمد حسن ميدو طلع قال مفيش حاجة اسمه تجديد الأبياض آه مفيش الكلام ده هو أتكلم يعني وقال أفش خد الفئة التانية والكلام ده معرفش الرقم كام ساعتها أنا سمعته فالمهم أنا بقول له كابتر أحمد أنا بالذات لو الأهل عرض علي عشر تلاف مرة عقد اللي أنا جدد على بياض أنا هعمل كده ولو الأهل عرض علي كل يوم اللي أنا جدد هعمل كده أنا بحب الأهلي واللي ملعبش في الأهل ملعبش كورة وأي حد في نادي الأهل وحضر قلعبتها كابتر أحمد هيخش نادي الأهلي هيعمل كل حاجة حلوة هياخد أحسن بطلات هيلعب في أحسن مكان هيلبس أحسن لبس كل الناس هتعرفوا دي قضية جديدة دي خلي بها والله يا كابتر مباعد أنا بحب الكابتر ميده جدا أقسم بالله لا لا مش أصدي بس بوضح له ليه لأن أنا مضيت على بياض وأقسم بالله ما كان معايا ولا أمير توفيق ولا حد من نادي يعني العقد ده أنت مضيته وبعدته النادي الأهلي أنا كان الكابتر نساء لو حفوز مش أتكلم مع هادك في أي حاجة خطابتل مش أتكلم مع هادك في أي حاجة هادك جاهز العقد وجاهز اللي أنت عايز تحطه والنادي يحطه والكابتر الخطيب يحطه وأنا هجوم ده ومشي قال لي يا ابني إزاي قلتولا كابتر اللي بقول لها هادك عليها مش أتكلم معاك تاني وروح تسايبه إيه فهو رح جاينا ده قال لي على فكرة ما فيش حد عمل في حياتي كده معايا غير كابتر أبتريك كابتر أنا النادي دخلوا علي فلازم أعمل كده أنا بحب الأهل يا كابتر أي أن كان بقى فأنا عملت كده عشان حبي في النادي وحب أبو يا أم وإخواتي للنادي الأهلي صحيح بس كده فروحت مكلم الوكيل بتاعي عبر رحمان وإسلام كلموا أمير توفيق قال لهم جابوا العقد وبتاع فروحت جيت أنا بصمت زي ما حدوك شايف العقدات كلها أربع عقدات صحيح وروحت مد الورق عبر رحمان وإسلام قال لهم روحوا عوضوا في النادي كان ساعتها بقى الكابتن سايد مشي قعدوا مع الكابتن خالد وأمير اتفق على كل حاجة تكلمونه قال لهم يا جماعة خلاص بس الكابتن عايزك تعمل إعلانين للنادي ببلاش قال لهم أعمل خمسة بس طب أنا عايز أتكلم في حيطة التوقيع على بياض لأنها بتصير لغط وطبعا كابتن ميدوم مستغرب إيه لعيب محتار فيه يطلع يقولك أنا مضيت على بياض هي مش تداجة يعني مش بيمضي على بياض هو عارف النادي الآلي مثلا إنه هو حيساوي عشرة مليون حيروح أيوة هو مضي على بياض هتديله خمسة مش هيعمل لها كيف هو متأكد وعارف الكاتوجري بتاعه وعارف مستوى وحيتعمل معاه إيه لأن النظام في النادي الآلي بيفرز نفسه أيوة لما أنت تيجي تغالي أثناء التفاوض عايز تاخد أكتر من النظام هيدو لك الآلي ما بيوفقش وكم من صفقة الآلي بتعد عنها فهو عارف طالما إن أنا مش هطلب أكتر مما يقضي به النظام وتسمح به ظروفي مع في المستوى بتاعي في الفريق وإن أنا ما أسببش مشكلة للفريق أنا حمضي على بياض وأنا عارف اللي حيتحطي لي إيه هو اللي أن يفاجأ باللي حيتحطي له هو عارف كواسي قوي حيعمل إيه خمسة عشر في المائة زي والباقي مرتبة إيه إنما مش تزاجة لكن ثقة أيوة ثقة ثقة في الأهل وفي نظامه وفي كلمته إنه لن يتعرض للغدر مش هي بخص حقه فهو ميدو مستغربة ولا حق ولكنها في الأهل بتحصل لكابتن ميدو وإنه مازج كتيرة ومعاي أنا معاك أنت طبعا حولك حاجة الكابتن أحمد بلاد كان في توركيا وخلص ورجع كلمني أنا جيت قلت له الحمد لله على السلام معاك المفتاح خوش لقيته تاني وبيكلمني كابتن عدلي أنا مضيت العود وسايمها في الإدارة وليت سليمان أعتقد وهذه خاشة في كتير كتير طبعا أبو تريكا أبو يبقوا تكلموا أي وفهموا الآله هيوصل معهم لإيه وواثقين إنو مش هيتبق مع حقق مش هيتبق لو عليت عن الكلام ده مش هتاخده فقرارك يتمضي 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 التوقيع اللي بيعمل ايه بيخلي الإدارة نفسها تشعر بالارتياح زي ما بقولك الداخل ده الداخل واثق في النظام وحيسمع الكلام وحيلتزم وحينجح معانا ودي كلمة كانت بتساعدني وأنا بقولها للناس اللي جاية جديدة يا ابني امضي شكلك قول طلباتك واللي حولك عليه ولا هتحطيلك باش يسيبني ما أعلقش التوقيع إنك لازم تقرأه سيبني اختبر من دين إيه ده لإن لما روح مع لاجلة الكرة الراجل مضى هو بقولكو تقدير كوي أنا واثق في الاتفاقنة عليه حيتحط يروح العقد الماضي بعض الناس هشوفوا اللي دي مغالاة في التعدير لا مغالاة في يعني في اختبرات في رومانسية العلاقة في رومانسية العلاقة مش احترافية قوي ربما ولكن العلاقات النكحة بتستحق هذه الرومانسية ها ها حلو العلاقات النكحة تستحق هذه الرومانسية عشان كده بقولكو يبقى الحب ما بقي الأهلي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم جديد ما تخافش على الأهلي إذا ما بقي الحب هو الرابط بين كل المنتسبين للأهلي وهذا النادي العظيم بكل هذه التضحيات الكبيرة انتو شفتوا قفشة قد من نموذج قبل ما ييجي للنادي الأهلي ودفع تمن لون الفانيلا عشان يتغرم وقول لك أعمل إيه تاني على فكرة أكرم توفيق أكرم توفيق يمكن واحد من الناس اللي تعور مرتين وفي كل مرة الحياة بيرجع أقوى كشف عن حاجة في حوار له مع الزميل إبراهيم فاي عن حاجة تاني مع مستر مارسل كولر عشان تشوفوا الراجل بيهيأ اللعيبة وبيجهزهم نفسيا ومعنويا للمباريات إزاي أكرم بعيدا عن كل تعبيراته عن حبه للنادي الأهلي وارتباطه بالنادي الأهلي لا كشف لنا كولر عمل إيه قبل ماتش التحاد جدة في كاس العالم نسمعهم كاس العالم للأندية وده ملفة من الملفات المهمة مع كولر هذه النسخة الأخيرة كانت كلام كتير قوي اتحاد جدة اتحاد جدة والأهلي وهيعمل إيه ومدام اتحاد جدة كنتوا شايفين انتوا الموضوع ده ازاي من وجهة نظارك كنتوا سامعين ولا مش سامعين اه كنتوا سامعين كنتوا سامعين هل ما فيش وعد عنده اه 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 قاعد عن الانستجرام والسوشال ميديا في العموم هل الكلام اللي كان بيتقال على الأهلي انه التحجيات ده هاي روح يكسب في المحاضرة اتعرض لنا الحاجات دي قبل المطش بساعتين 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 مستر كولر اه عمل كده ورنا ورنا من الناس بيتقول ان احنا نكسب الأهلي وان احنا وان احنا حتى في واحدة برضو من ضمن الحاجات واحد بيقول لمراسل تقريبا بيقوله لو الأهلي كسب الاتحاد انا هديك عشر تاليف ريال حصل فعلا اعرض لكم كل ده واشوف تاليف ريال في محاضرة دي محاضرة نفسية بحتة بالضبط اه اتخلصنا المحاضرة كل واحد كان يركز استفزك واستفزي الحتة بتاعة الأهلي بالضبط هو المشاط الكبيرة مبدئيا حتى مثلا لو هتجي تقول ان الأهلي مش في أحسن حالاته لا تمام المشاط الكبيرة يا جماعة الأهلي نبقى وحش بأي حد يلعب بأي حد بأي حد يلعب لأ المشاط الكبيرة دي كان مروا أنا عطيه قابليها كان بتكلم معي في الموضوع زي كده لأقول لك على حاجة أنا كهو لسه راجح من رباط الصوري أنا نفسي على عمل المشاط دي هي اللي بتصنع اللعيب هي دي اللي الأهلي بيحبك عشانها صحيح مش في المشاط التانية طول ما انت في المشاط الكبيرة بيحبك عشانها عشانها اه هو ما بيسكو فيك ليه جمهور الله لي بيسكو فيك ليه عشان المشاط الكبيرة مش بنخاف احنا بنخافش ما بتخافوش؟ والله ما بنخاف حتى لو احنا وعشين ما بنخافش والله العظيم والله العظيم حتى لو احنا وعشين ما بنخافش فيش ماتش كده قلتوا لأ لحنا خايفين يعني حط سان داونز اللي الناس كلها بتقول سان داونز بيكسب الأهلي ايو لا ما بنخافش من سان داونز كاب سدعو فيس كنتلع في مرة قال لك قال لك هم كسبونا اللي هي الخمسةين اي 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 ومن في الآخر خد البطولة؟ لا نحن رخدناها ماشي شوف أستاذ إبراهيم أحسن خدمة يعملها لك المنافس إنه يتعلق عليك قبل المطش قبل المطش طبعا والكلام بقى والكلام الفوقي ده واختبار حضرتك وأنا قلت لك قبل المطش الاتحاد لما أنا كنت في الستوديو في القناة السعودية وجنبي نقاط أفاضل في أهلوية على فكرة لكن كلامهم لازم يدعبوا الاتحاد فكان كل الاتحاد 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 بعدين من باب المجاملة إنت شايف فرص الأهلي إزاي؟ قلت له لازم نكون واقعيين الاتحاد في أسماء مرعبة لكن أنا دايماً أنظر إلى الأهلي مقارنة بالأهلي فإذا الأهلي اللي أنا عارفه حضر هذه المباراة حيطمئني بس موجود شكتر من كده مش عايزين لأن دي بتبقى أحسن خدمة دافع للعيب تحفيز زي ما عمل كولر كده شوف يقول عليكم إيه؟ لم كل الكلام الجمهور بيقول واحد بيقول أدفع عشر تلاف ريال لو الأهل يكسب لو الأهل يكسب ده مشجع فالناس كلها شايفاكوا في هذا الحجم أنتوا هتعملوا إيه؟ أي بس في أحد من كده أحافظ فدائماً أنا حتى فاكر لما نكون إحنا جايين نلعب مطش مع نادي مهم أقول لك أنا بخاف قوي من نبرك السقة مش السقة أو hull استهتر التعالي الكلام اللي فيه تعالي خلينا في اكتر رياضة عشان أنا أبدي دوافع للقدامي قديه له متبرع الله ده كلام مهم جداً طيب أكرم في الأهل وأفشة في الأهل محمد شريف ثاب الأهل وراح للخليج السعودي لكن أعتقد علاقته بالنادي الأهلي تستحق في كلامه مع مهيب عبدالهادي إن احنا نقف معه شوية ليه مشيتني النادي الأحلي وإنت اللي طلب آه آه النادي بصراحة تكلم معي رفا جديد وكان متمسك بي وكده وأنا طبعا كنت متمسك بالنادي وأنا عايز أكمل أكيد يعني لأن أنا كنت أعمل حاجات كويسة كتير في وقته وليل فكان ممكن تكملها بس حاسيت إن كده أحسن للنادي وليا اللي أنا أطلع في الفترة دي يعني مشيت إزاي؟ نص هو إحنا كنا في أجازة فوكيلي يكلمني فقال لي يا نادي الخليج السعودي عايزك وكده وإيه رأيك فقالت له خلاص تمام فيش مشكلة شوف إنت أني أعمل إيه ونكلم نادي الأحلي إزاي كنا في أجازة فتكلمت مع أمير توفيه بقى في النوضة دي قلت له أمير أنه جاي لعرضه وكده وقال لي طب يا شريف لأ أو إحنا عايزينك وإحنا متمسكين بيك وكده فمهم بس المفاوضات خليت عشر تيام يعني بيني وبين أمير وبين الناديين مع بعض وكده فالمواضع يعني تم يعني طيب يعني وضعية كولر بقى في المواضيع دي كلها إيه؟ يعني رأيي الجهاز الفني والمدير الفني كان إيه؟ لا هو أنا الأول كانت متكلم مع أمير وكده فقال لي بس يتبقى موافقة المدرب فأنا تواصلت مع كنا طبعا في أجازة أنت عارف المدرب مش موجود فتواصلت مع المترجم دكتور خالد فبلغه وكده قلت له أنا عرف الراجل اللي أنا حبيب اللي أنا أطلع وكده طبعا الراجل ما وفيهش بسهولة ما وفيهش بسهولة قال لك لا أنت لقيب مهمة بالنسبالي أنت هتدفر إيتي وأنا عايزك وكده والإدارة برضو ما كانتش موافقة طب إيه المشكلة بقى من الناس متمسكة بيك أوه وأنا حسيت أن السنة الجديدة مش هيبقى لها دور حسيت؟ حسيت أه حسيت أنه مش هيبقى لها دور فأولت لأ يعني نطلع وأنا كويس خب بالك أنا كان ناس ليس لسنة في عقدي أنا كان ممكن أعود ومجددش وأطلع في ريه وكان ما السنة ما حبيتش كده حبيت أنه نطلع من النادي بشكل كويس وحبيت أنه أنا على قد ما أقدر يعني أفدي النادي مدية طيب يوم ما مشيت من النادي الأهلي عملت إيه حسيت بإيه إيه إلا حصل أنا لما كنت في لما خلصت خلاص الموضوع خلص روحت البيت نزلت طبعا فيه بوست جده كبير نزلته تمام بعد ما نزلت البوست ده مهيب أعطعيه كتير كتير والواحدي أعطعيه كتير جدا كلام محمد شريف يختلف وأهميته تزيد ده لعيب كان بقيله سنة وفضل نطلع في السنة دي تجربة احترافية يمكن ما تجنوش تاني وقال أنا كنت عامل حاجات كويسة عايزة الحق أن أنا أخد فرصة احترافية بره في دوري كان بدأ يستقطب قال مع نجوم العالم لما يفكروا فيه الحقيقة ممكن أي واحد يفكر يعجبه طبعا كلام ده الآن لم يتوقف أمام رغبته وعلى فكرة محمد شريف قدم نموذج مختلف جدا للمهاجم بواحد من أهم المهاجمين في الفترة الأخيرة ولكن قررنا يخد في آخر سنة لها دي التجربة واحترامها الآن هو بقى عجب من الكلام ده لإيه عجب من الكلام ده لإيه لأنه يأتي من واحد يستطيع اليوم أن يتلقى من العروض داخل وخارج مصر الكثير وخصوصا داخل مصر فعايز أسمع الكلام اللي أنا اتنقال لي لما تقالوا هو أنت لو رجعت مصر بتروح فيه طلباتك نشوف محمد شريف لو رجع مصر هاي يتعب المهندس عدلي وأمير توفيق ولا لا نشوفه إيه بقى البنود اللي كتبت وسمانة عنها شكل كبير جدا إيه البنود دي بقى عايز أعرف إيه القصة بالظبط عشان نقفلها ففي حاجات أنا مش عارفها بصراحة يعني مش عارف كل حاجة في العقد يعني هو ممكن اللي أنا أبقى عارفه شوية أنه هو في حر رجوع لمصر الأولوية لإنه دهلي الأولوية؟ بس أنا عمتا يعني أنا الموضوع يعني حتى لو فيها رجوع لمصر القراري معروف يعني معروف؟ طيب عايز بس أحسن بعض الأمور وإنت زنقت نفسك وقلتنا أنا لبس لك أحمر وكلام من ده طيب نبتلت في حالة عودة محمد شريف لمصر ونادي الأهل ما طالبكش نادي زمالك فوضت تروح نادي زمالك كلامي واضح رجعت مصر والنادي عايزني وقال لي خلاص أنا مش محقا يعني عندهم مهاجمين جابوا احتراف بالظبط أنا فهم أصدقاء تروح زمالك لا يا شريف ما تصعبهاش على نفسك لا أنا قلتلك قبل كده في المداخلة أنا كلمتي إيه إيه قلتلك كلمتي عق آه حصل صح فاكرة أنا شريرة أنا بقولها تاني ده دي بأطلق عليك ليه يعني يعني أنا بص أنا في عاجات عملتها كويسة في النادي مش عايزة بوزيني فاهم أنا عايز السيرة بتاعت تفضل تفضل كويسة بالنسبة للجاميريا لو هي مش عايزة تقال عليك كلمة وحشة فاهم حتى لو الأهل ما كانش عايزك آه حتى لا مش عايزني خالب آه تلقى في أي نادي بقى لا آه في أي نادي في مصر يعني ممكن أطلع برة ممكن أصلا مرعش خالص مصر ممكن أفضل ما أكمل برة آه ممكن لو رجعت يرجع على النادي على الأهل عادي آه هذا الحسم في الإجابة وبدون تردد وفي حاجات غيره بيبسك العصام النص آه ويقوله كلام عام هو كان معدد جدا أنا مش هلعف مصر غير نادي الأهل يا وخاستان برة لأن في حاجات كتيرة ومكتسبات أنا مش عايز أضحي بيها عارف قيمة المكان اللي كان فيه أستاذ إبراهيم بقوله حتى لو قال لي مش عايزني في أقوم كده كلام في أقوم كده كلام مهموكو نحدي يقوله أصلا كنت عشان ماضي في العقد بنود قدرتون مش عارفة ممكن مكتفينا قال له لا لو قال لي مش عايزني برضو مش هروح ليه قال لك مش عايزوا روح لو قال لي مش عايزوا لو قال لي مش عايزوا مش هيتم بقى بنود بقى أيو النوع ده من الصدق بيخلي قيمة اللاعب عند النادي وجماهيره علي قوي طول عمره بقى اللي جاي يشيل له كل حاجة طول عمره اللي جاي كلام مهم جدا يحترم عليه وأنا واحد من الناس يعني مصدق اللي قاله وإذا استمر على هذا الموقف يستعق الاحترام مننا كلنا وتسيب له المفتاح المفتاح معاهم اللي عايز يرمي المفتاح يرميه هو حار فإحنا ما بنزعلش بنغير الكلون بس لكن مع كل الناس المخلصة المفتاح معاهم طيب محمد شريف كلامه المحترم الحياة مع مهيب امتد لرأيه في مودست وكان ممكن جدا فروت خرج علشان فروت جاه يبقى له رأيه لو فسروا البعض على إنه رأيه سلبي ربما يكون في نظر البعض له ما يبرره لكن برضو استوقفنا كلامه عن مودست نشوف طب لما شفت مودست بيلعف الأهل وشفت الانتقادات اللي تعرض ليها وشفت المدير فني بيزبر عليه وبيديره فرص حسيت بيه ده ده طبيعي طبيعي إن المدير بيزبر عليه وطبيعي إن الناس برضو تزبر عليه يعني برضو عشان برضو ما تزلموش الراجل ما لعبش لعبش ثلاث أربعة ما شطر عبعض مشكلتنا بقى يوضف مصر اللي احنا بنحسب بالقطعة بنحسب بالجملة ده ممكن تلاقي مودست آخر الموسم مفنش لك 20 جنة 50 جنة وانتنش حاسس على فكرة يزبر عليه يزبر وشوف وحكم عليه انت يراك فيه أنا لا أنا معرفش هو طبعا لا إزاي متعرفش أنا أنا معرفش يعني أنا ممكن أقيم قبل كده لكن حاليا ما أقدرش أقيم قبل كده العيب كبير طبعا وجاي من دور كبير وأرقامه وأهدافه كتير في أوروبا فبتتكلم في العادي قبل ما نيجي لا لا صفقة جامدة الحقيقة برضو عشان ندي المصدقية لكلامه ولما سؤل فقال أنا فضي اللسانة وحسيت ممكن ما بقليش دور كبير اربطه بقى برأيه في مودست هو طبعا لما أرى فيه لعيب محترف وبتاعه ربما يكون شافس فيه كده وعرف أن فيه لعيب قوي جاي وهو بقول لك لعيب كبير لكن لازم يتصبر عليه يتصبر عليه ده رأيه وأنا مصدقه ليه لأنه هو ممكن يمكن له تأسير في قراره وأنا كلام ده بحبه العفو التلقائي لما فيش تزويق لنفوش نفسانا على الأل تعرف هتلاقي برضو حتى الكلام اللي كان سمعته من أكتر من لعب حتى أكرم قال لك فرحتنا كلنا المودست لما جابوا الجون أكرم بيقول لك أنا قلت المودست ليلة المباراة والله العظيم هتجيب جون في السوبر قال لك أنا حلفتله أنا كان عند إحساس أن الراجل ده قال لك عند إحساس الراجل ده مع كل المجهود اللي بيبزله لأ حتدينه مرة هو الصيل ويبان هادي وده ساعات الجمهور بيحب المهاجم المعافر القوي الحد الشرف على رأي دكتور طه لكن دعونا ننظر واللي جاي هيعمل إيه يعني بإذن الله ويوفق على قدر الورع بتاعك بيقول إيه بيقول حاجة كويسة طيب دي كانت كمان شهادة محمد شريف هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هتستمر هزي فيبقى الحب ما بقي الأهل أهلا بحضرتكم من جديد شفنا رأي محمد شريف وشفنا كلامه الإيجابي جدا وشكل علاقته بالنادي الأهلي حتى لو رجع والأهلي مش عايزه مش هيروح للنادي المنافس احتراما لعلاقته بجماهير النادي الأهلي طيب ده شريف المصري اللي عاش في مصر وارتبط بالنادي الأهلي وعرف قيمة النادي الأهلي فما بالك بنجم جزائري زي أحمد قندوسي ييجي من الجزائر محملا بكل الطموحات والرغبة في إثبات ذاته مع النادي الأهلي وبعد كده ظروف نقية تحت من الأهلي يحركوا للإعارة لمدة سنة علشان حفاظا على فرص عودته وتجهيزه بشكل أفضل في المسابقة المصرية فيستضيفه الكابتن أحمد شبير ويسأله عن علاقته بالنادي الأهلي نشوف قندوسي كلامه عن الأهلي وليه اختار الأهلي اي حكايت الأهلي بقى معاك أي واحد أي لعب يتمنى يلعب في الأهلي نعم وتابعتهم بعد المرش تابعتهم في البطولة بتاع إفريقيا لقيت يعني نادي كبير وكل سنة بيلعب كاس العالم أي لعب يتمنى كده يقول لك أنا لازم ألعب كاس العالم ولازم أخذ إفريقيا يعني في في لعبين عدوا عمسير كله عشرين سنة ما أخذوش إفريقيا وخد سوبر وخد كاس ودور نعم أقول لك عاجة دي أي حدي تمنى يلعب في الأهلي قل لي عايزة أسألك برضو نفس السؤال إنه كان في تنافس ما بين الزمالك والأهلي أنا في الوقت ده كنت في المنتخب عدت بقى أنا ايه بعدين نكلمني رئيس بتاع بتاع فرقستيف اللي هو حكيم سرار بعدين قال لي عندك اثنين زمالك وأهلي ايه كنت عندي كذا حاجة في أوروبا قال لي لأ أنا دوماسي أدوني جالك أوروبا اه جالك إيه من أوروبا ثلاث سنين بيقولي أوروبا ثلاث سنين ثلاث سنين يعني كل سنة بتجلي أوروبا تجلي من إسبانيا ومن تركيا ومن بلجيكا اه رأت قلت له لو حايت تقميني راي أنا عايز أرعى الأهلي اه قلت له عشان يعني لو رأت أهلي حيرجع الفضل عليك يعني حل يعني بكرة مثلا حاجة أتكلم أقول لهم لا هو كمان وعمل معي واجب كويس قال لي ماشي أنا أنا حاظغر راح بقى أكلمهم ورجع لي بالليل قال لي أنا خلص مع الأهل قلت له طب ماشي خلاص حل الحمد لله كلمني سراء بيقول لي حيجو خلصوا معك اليوم ده وانا خلصت مع الأهلي والزمالك قلت له لأ ومش حينفع وكذا وكذا عديرا بيقول لي زمالك عايز يدفع فلوس قلت له أنا يعني مش حعرف فأقول لك لا أنا عايز روه زمالك خلاص أنا في دماغي عايز روه الأهل اخترت الأهل اه أنا في دماغي أفعا عايز روه الأهل قل لي طب ماشي قال لي أنا حال قعدهم روحت بقى حطيته في موقع صعب ايو زمالك كان عايز يدد له فلوس ايو قلت له حتى لو أدلك فلوس إلي قليلة عادي اه أنا عايز ألعب وعايز أكسب بطولات وبعدين قلت له فلوس حتيجي حتيجي أنا لسه صغيرة نعم 23 سنة يعني نعم ماشاء الله قلت له قال لي طب ماشي خلاص قال لي يعني حوار فلوس لا قلت له أنا عادي قلت له انت أخذ فلوس النادي وأنا فلوس سهلة يعني ضحيت اه قلت له قادي أنا عايز ألعب اي بعدين قت الحمد لله خلاص أمام الأهلي لبناء كان وقتها مليكة 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 وأمير قاعد في تركيا وفضل 48 ساعة فأنا قلت الكابتن حيدرع من ان القندوس كده أمير يقطع وسامير عادلي جيبله التأشيرة بكرة يطل على الجزائر على طول في نفس الوقت تقلم رئيس النادي خلاصنا معاه قال اللعيب موجود في المنتخب وطوله لو سماح تواصل معاه خد رأي ونح مكلمنا قاله هو موافق كان جاي له زمالك بس هو قال لا أنا عايز النادي قلت له خلاص أمير حيجيله بكرة لو سمحت خلص ماتش المنتخب كان ماتش المنتخب يومين فخلص صالح جل في الفندق بالليل راح له في الفندق بالليل بعد ما مضى مع أمير وخلص كل حاجة أو قابليها وهو قاعد مع أمير حات قاله زمالك رفع المبلغ المادي ليه يا أوليك قاله لا أنا عايز النادي الأهلي رغبة القندوسي في أنه ييجي النادي الأهلي كانت حاسمة في أنه ييجي ما دخلناش ما زادت وييجي عن نادي الأهلي واللي يخليك تستدق أكتر أنه يلعب بحجم القندوسي ولعب منتخب جزائري وأنه لما ييجي وبعدين يطلب منه نطلع عارة ما يدوخاكش طلع عارة بس عمل إيه في العارة خلى ما سكلته لا راجل جاء لعيم قوي عشان يقطع عن سنة كثيرة حبت تشاكك فيه القندوسي حب النادي الأهلي والأهلي حبه ده كلام مهم جدا كمان واحد من اللعيبة اللي تكلموا على لما الأهلي طلبهم كان رده إيه واحد من أهم الصفقات المحلية في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي أو للكرة المصرية أيام قليلة جدا له في النادي الأهلي كان في منتقب مصر وهوف ديفندر أساسي مراوان عطية نسمعه فاكر أولك هنا قلت لك أهلي ولا زمالك ولا بيرامد قلت لك كابتن بس خير ساعتها قلت لك طبعا كابتن ساعتها قلت لك خير إن شاء الله اللي عايز ربنا يكون احترته ولا كان أهلي على طول لا والله وكان الأهلي مجاش مجاش على طول يعني الأهلي مجاش على طول كان جاي لعروض قبل كده قبلها كان الزمالك الأول كان الزمالك بيرامد بس أول ما جاي لنادي الأهلي خلاص ما فكرتش يعني لا ما حاولتش أفكر حتى تعرف إن الكابتن الخطيب يعني راح إسكندرية في جلسة معلوس محمد بن صلحي علشان صفقتك وعلشان أمور أخرى ودي حاجة كبيرة أكيد طبعاً يا كابتن تعرفت أكيد أه طبعاً أكيد عرفت إن الكابتن طبعاً أنا كنت قاعد ساعتها كأين أني مستني نتيجة السنوية العامة يعني أنا ساعتها في التعار يعني أنا وكيلي كنت يعني كنا بنعرف يعني مثلاً كابتن أحمد كان على طول على تواصل معي أحمد يحيا كنت حاسس للمشاركة سهلة؟ كنت حاسس نك هتلعب على طول؟ لا طبعاً أنا كنت طبعاً أخذ القرار إن أنا من صغري بحب النادي الأهلي من صغري إن أنا كنت بروح ليستياد بشجع النادي الأهلي تأهلاوي أصلاً روحاً آه طبعاً يا جب كرمس كان موجود في الجيم طبعاً حسابت أكتر بكتير بس ساعتها كان لسه كنت حاسي إن في حاج هالي أكبر والدي قعد يعني أنا أما كنت هامشي في شهر واحد زمالك قال لسه أنا ممكن يجي لك حاج أحسن ممكن يجي لك الأهلي إن شاء الله ربنا أكرمك ويجي لك الأهلي وفعلاً ربنا كرمني وجل الأهلي وقالي أنا مش قلت لك حسابت إزاي؟ حسابت إزاي؟ حسابت إزاي؟ يعني حسابتها إزاي؟ لأ يعني أنا بفضل أن أنا نلعب في ناضي الأهلي طبعاً بطلات، تاريخ، إنجازات، بتمشي في الشارع أي حد عارفك لأن أنت مثلا أما بتلعب كاس عالم وتاخد أحسن لعب في مواراف كاس العالم بتلعب بقصات كانتي وفابينيو وبنزيمة تسوى في لس الدنيا كلها؟ بملايين الدنيا كلها لما تاخد أفريقيا بمئة مليون جنيه لما تاخد مثلا كاس السوبر ولا تاخد الدوري ولا تاخد أفريقيا يعني حاجات كتير ومنها طبعاً الأهلي طبعاً يعني صبرتي كبير للمنتخب فالحمد الله طبعاً الأهلي نعمة كبيرة طبعاً الأهلي نعمة كبيرة جداً فالحمد الله الواحد موجود في النادي الأهلي وأحلى قرار خدته في حياتي يعني أحسن حاجة السؤال الآخراني كابتن سيب بيقوله حسابتها إزاي؟ قابلوا الحزبة لما تلعب أفريقيا وتاخد أحسن لاعب في المباراة وتلعب كسعالة وتلعب كسعالة مقندية كل دي حسابات بمئات الملايين ده اللعيب اللي عايز يبني مجد وعارف إنه هياخد فلوس حسن الناس بتتكلم بتحطها لك المعادلة هو الفلوس ولا المجد؟ لا الفلوس في الحدود المعقولة الجيدة تجيب مجد وفلوس أكتر وضحي بالحاجات المبالغ فيها مقابل حزمة أمجال مكاسب كبيرة حزمة أمجال فلوس برضو طب قول لي كواليسة كانت سهلة صفقة مراوان شوف إحنا طلعنا أقول لك الصفقات دي كان مطلوب فيها القندوسي كان مطلوب فيها مراوان وطلعت أنا كابت الخطيب وأمير وطلعنا على اسكندريه رحنا عند أستاذ فارج عامر وخالد عفتاح خلصنا خالد وطلعنا من عنده رحنا قابلنا حاج محمد مصرحي خلصنا من أسرع الصفقات وأجملها بس تاني يوم بنسبة لمراوان خلصت الإجراءات إنما خدنا الموافقات وخلصنا كل حاجة في مشوار مكوكي والحمد لله الصفقات كانت نجحة ويعني مراوان كان عند الموعد يعني كل الدعاء كل الدعاء للمولا سبحانه وتعالى بالشفاء للأستاذ العمري فاروق ربنا سبحانه وتعالى يمنى عليه بالشفاء وعاجل الشفاء بإذن الله تعالى دعوتكو جميعا له دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خيرنا التقي مساء الخميس القادم إن شاء الله شكرا شكرا شكرا